مثل عدة نادرين في أقل من دقيقة عشرة، تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد، اطلاق منذ سبعة أشهر شهد العالم أول عد عكسي باللغة العربية لإطلاق مصبار سمي مصبار الأمل هذا المصبار الذي بدأت دولة الإمارات بالعمل عليه منذ العام 2014 هدفه الوصول إلى المريخ لدراسة الغلاف الجوي لهذا الكوكب الذي كان يوماً أكثر رطوبة ودفئة في التاسع من شباط يصل مصبار الأمل إلى مدار المريخ وهنا يبدأ التحدي الأكبر تحدي الدقائق السبع والعشرين العمياء فهذا المصبار الذي يسير بسرعة 121 ألف كيلومتر في الساعة عليه أن يقلل سرعته إلى 18 ألف كيلومتر في الساعة ليدخل فيما يسمى مدار الالتقاط لكوكب المريخ يتمكن من تخفيف سرعته عليه أن يشغل محركاته العكسية وبالتالي سيحرق نصف كمية الوقود الموجودة في خزانته وهذا الأمر سيستغرق 27 دقيقة لكن لماذا سميت بالدقائق العمياء؟ خلال هذه الدقائق المصرية التي تقرر ما إذا كان المصبار سيدخل مدار المريخ أم سيتدمر أو يضيع في الفضاء لن تتحكم به المحطة الأرضية بل سيتحكم المصبار بنفسه تلقائياً فعملية تقليل السرعة تتطلب دقة وسرعة في التحرك الأمر الذي لا يمكن تأمينه من الأرض لعدة أسباب من بينها أن بعد المسافة بين المصبار والأرض يسبب تأخراً في الاتصال يتراوح ما بين 11 دقيقة إلى 22 دقيقة 27 دقيقة ستقرر مصير 6 سنوات من الكد لأكثر من 200 مهندس وباحث إماراتي عملوا سوياً مع شركاء لهم من ثلاث جامعات أمريكية 27 دقيقة تقرر ما إذا كان العرب سيصلون إلى المريخ وإذا ستنجح الإمارات في أن تكون خامس دولة تصل إلى الكوكب الأحمر وتثبت خطوة جديدة في تحقيق حلم مؤسسها الشيخ زايد في دخول عالم الفضاء نرتيب من هذا الشباب اللي علم بالفقاهة والثقافة ولما بهذه الأشياء أنه بعد كذلك يصل إلى أشياء أخرى جديدة فبين العامين 1974 و 1976 استقبل الشيخ زايد وفوداً عدة من علماء ورواد فضاء أخبرهم عن فخره بما أنجزوا وفخره بأن التقدم الهائل في علوم الفضاء كان ممكناً بفضل القواعد التي أرساها العلماء العرب منذ مئات السنين اليوم يتجه العرب عبر دولة الإمارات لفهم طبيعة تقص المريخ ومعرفة تاريخ المناخ على سطحه وتزامناً تعمل مهمتان الأولى أمريكية والثانية صينية على الوصول خلال هذا الشهر أيضاً إلى المريخ لتدرسا سطحه وبين دراسة غلافه ودراسة سطحه ستجمع داتا تكشف جزءاً جديداً من أسرار هذا الكوكب هل شهد حياة من قبل؟ هل بإمكانه أن يشهدها مستقبلاً؟ كيف تطوره؟ وهل سنتابع في المستقبل أول هبوط بشري على سطحه؟ أسئلة أصبحنا أقرب وأقرب من الوصول إلى إجاباتها